الموضوع هو رهان رئيس الوزراء المكلة على ماذا يراهن هذا الأهم أولا يراهن على الدعم الأكبر له هو كتلة سائرون سيد مقتدى الصدر هو يعتقد بأنه يمتلك ثقلا يعني هنا لا نتحدث عن الأرقام تحت قبة البرلمان وإنما عن الثقل الجماهيري ولذلك عملية تلويح سيد مقتدى الصدر بتطويق المنطقة الخضراء هذه أعتقدها محمد توفيق علاوة على أنها زخم كبير يعني يشابه إلى حد ما الأحداث التي جرت في العام 2015 حينما أرغم التيار الصدري البرلمان على اتخاذ كثير من القرارات هذا واحد من الرهان الرهان الثاني هو ما يرتبط أيضا بدعم منظمة بدر أو ما يسمى بالفصائل المسلحة بعيدا عن عصائب أهل الحق التي أعلنت بأنها تشكل على محمد توفيق علاوة بشكل كبير